وزير الداخلية السيد عبدالوافي الفتيت أكد بمجلس المستشارين أن الورش الملكي الرائد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حقق نتائج جد مرضية في مجال تثمين الرأس مال البشري وذلك بفضل نهج سياسة القرب التي ما فتأ جلالة الملك محمد السادس يحث على ضرورة اعتمادها في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية أكد وزير الداخلية أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تؤدي دور المحفز والمحتضن للمشاريع المبتكرة والخلقة وكذا دور المعبئ والمناصق لمنظومة التنمية البشرية بالمغرب كما وضح أنها عازم كل العزم على مواصلة جهودها لتفعيل أمثل لبرامجها الحالية والمستقبلية وتحقيق أعلام السوايات التنسيق والانتقائية مع كافة الشراكاء المعنيين وزير الداخلية أفاد في هذا الإطار بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاق مرحلتها الثالثة وإلى غاية متام سنة 2022 أنجزت ما مجموعه 25500 مشروع ونشاط بمبلغ مالي إجمالي فاق عشرة ملايير درهم تتوزع على أربعة برامج وذلك من أجل مواصلة الدينامية التنموية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة لفرص الشغل والمديرة للدخل